كل الشعب المصري يحب الماكرونة بالبشاميل ويموت فيها ويجي لحد اللازانيا ويتراجع مع ان اللازانيا دي هي هي بنت عام الماكرونة بالبشاميل وطعمها زيها وأحلى المهم هسمي الليه وهجيب معايا معلقتين كبار من السمنة وبسلطين وهشوحهم كده لحد ما يسفروا ويتبالوا معايا وهحط عليهم كيلو الاربع من اللحمة المفرومة كيلو الاربع ده هيعمل معايا صنية كبيرة مليانة اول اللحمة متشوحت بخادة لقون هضيف عليها معلقتين كبار صلصة ونص كيلو طماطم مبشورة وهقلبهم شوية والتواب الملح وفلفل وبهارات وبابريكا وكوباية مياه مغلية وهحط الكلام ده على نار هادية عايزة كده اللحمة تتسبك وتطلع معايا صص حلو في الاخر هحط فصينتهم البشاميل معلقتين كبار من السمنة عليهم اربع معلق كبار من الدقيق اول الدقيق ما يغار لون هضيف عليه خمس كوباية من اللبن او الحليل البشاميل اللي هنا انا عامله خفيف مش تقيل لانه هو اللي هيساوي معايا طبقات اللازانيا فلازم يكون قوامه كده خفيف مش تقيل واحط عليه ملح وفلفل ومكعب برقة شايفين قوامه مش تقيل ومش خفيف قوامه توسط مائل للخفيف اكتر يعني جبت كده البايركس وحطيت فيه طبقة من البشاميل بصوا عملنا اللازانيا النهاردة بكل سهولة يعني تخش وتعملوها كده بقلب جامد عطينا طبقة حلوة من البشاميل وطبقة حلوة من اللحمة والصوص واللازانيا انا بحط اللازانيا كده ما بسلقهاش وبتطلع في الاخر طرية وجوسي ومستوية وروعة هي الطبقات هي لازانيا بشاميل طبقة من اللحمة والصوص وحطوا طبقة بشاميل كده وافية وطبقة لحمة وصوص وافية عشان تستوي وعشان الطعم وطبقة جبنة وهكذا كلهم بقى لحد باكت اللازانيا اللي معايا كله ما يخلص لازانيا بشامل لحمة مفرومة جبن لحد اخر طبقة خالص بتبقى لازانيا وفقيها بشامل وفقيها جبن شايفين هدخلها الفرن على حرارة 170 هتقعد معايا بالزبط 40 دقيقة 170 ليه لان انا عايزة طبقات اللازانيا اللي هي الماكرونة مش مستوية فعايزها تستوي شايفين لونها متحمر والطبقات جوسي ومليانة سوس وبشامل طعمها روعة جربوها بالطريقة دي ومش هتندموا وهتغيروا فكرتكو خالص عن اللازانيا وهتعرفوا ان هي احلى من الماكرونة بالبشامل بس هي مش وقدة